نبدأ ما بعد بقى التريند المحلي ونروح ونشوف المحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا أول حاجة معايا الحساب التريند المحلي في صفحة فيه الجول بيتكلمه على الفيسبوك لنشر التصرحات لمحمد صلاح في صحيفة ماركة الأسبانية واتكلم فيها صلاح على أنه لن يعتزل قبل التتويج ببطولة مع منتخب مصر مش طبعا محمد صلاح اتكلم مع صحيفة ماركة في أمور كثيرة جدا وعديدة جدا لكن أبرز حاجة أتكلم عليها أنه هو لن يعتزل قبل ما يتوج مع منتخبنا الوطني ببطولة من سوق حظ صلاح ما كانش موجود مع الجيل السابق اللي حقق 2006 و2008 و2010 لكن كان من سعداء الحظ اللي يكون موجود مع منتخبنا المصري في كأس العالم في روسيا 2018 لعله وعسى لفترة جاية عندك بطولة الكاميرون 2021 هتتلاعي في يناير 2022 بإذن الله تكون فرصة محمد صلاحي حقق بطولة لكن فكرة أن يحط هدف أنه هو مش هيعتزل اللعب الدولي إلا ما يتوج بطولة مع منتخب مصر ده تحدي وهدف هو حطه بالنسبة له الفترة الجاية عشان يقدر يحققه وترجل جاية بالنسبة له عشان يقدر يعمل حاجة مع منتخبنا الوطن طيب كمان الصفحة الرسمية للشروع على الفيسبوك نشر التصريحات لصلاح أيضا واللي اتكلم فيها عن مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبيات توكيو قال مهما يحدث بالتأكيد سيتطفق الجميع على أمر ما بما فيهم إدارة نادي ليفربول طيب ده كلام مهم جدا لصلاح بخصوص الأولمبيات واللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية قال الأمر بالنسبة لي طالما فيه اتفاق مع إدارة النادي أنا ما عنديش مشكلة وهيكون موجود وأنا يعجبني بتصريح صلاح هنا في الجزية دي أنه هو ساب الأمر للاتفاق بين الاتحاد المصري مع نادي ليفربول خلال الفترة الجاية لأن أولمبيات توكيو هتتلعب قبل انطلاق الدور الإنجليزي بحوالي أسبوعين فلازم يتم تنصيق في هذا الشأن بالنسبة لهذا الموضوع